نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حضر سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدة حفلة مشروع تاج الوقار لتخريج مئة حافظ وحافظة للقرآن الكريم والذي نظمته وحاة القرآن الكريم بجمعية الإصلاح مساء اليوم بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج ولدى وصول سموه كان في الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعضاء مجلسين وبشورة وسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم ألقى فضيلة الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح كلمة أعرب فيها عن الفخر بالرعاية الكريمة لجلالة الملك المفدة حفظه الله لحفل حفظة كتاب الله الكريم لتخريج مئة حافظ وحافظه مشيرا إلى أن رعاية جلالة الملك المفدة لهذه المشاريع خير دافع وحافظ لجمعية الإصلاح لتواصل مشروعاتها الخيرية والوطنية والتربوية وعلى رأسها برامج تحفيظ القرآن الكريم بكل تميز وكفاءة واقتدار بعد ذلك ألقى الحافظ أحمد عبدالله العلي كلمة المتخرجين أشار فيها إلى مسيرة الحافظ للقرآن الكريم وكيفية تلقيه علومه من أفضل المعلمين في هذا المجال إلى ذلك ألقى إبراهيم خليفة حمدان أحد الحفاظ المتخرجين قصيدة بهذه المناسبة ثم قدم وليد الحمادي أنشودة الحفل بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن واحات القرآن الكريم بعدها تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل شخصي لجلالة الملك المفدى يده الله بتكريم الرعاة والداعمين كما قدمت لسمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة هدية تذكارية بهذه المناسبة وبهذه المناسبة أعرب سمو الممثل شخصي لجلالة الملك المفدى عن سعادته بإنابة جلالة الملك المفدى يده الله لهذا الحفل والمستوى المتميز الذي ظهر به وعدد حفاظ القرآن الكريم في هذا المشروع المتميز كما شكر القائمين على هذا المشروع وجميع المساهمين فيه وأشار سموه إلى اهتمام الجمعية ودعمها لحفاظ القرآن الكريم وخدمة المشاريع التي تأتي ضمن تربية الناشئين في مملكتنا الغالية وحفهم على استغلال أوقاتهم بالمشاركة في البرامج التي تخدم دينا الإسلامي والعمل النافع الذي يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك السامي ودعم جلالته المتواصل لهذه الإسامات الجليلة خدمة للدين الإسلامي الحنيف اشتركوا في القناة